وجهت منظمات حقوقية دولية انتقادات لاذعة للنظام الإيراني بعد قيمه بتوقيع إعدام ما يقارب الـ 160 طفلاً لم يتجاوز أعمارهما الثمانية عشر سنة وذكرت المنظمة بأن إيران تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إعدام المراهقين والأطفال وجهت منظمات حقوقية انتقادات لاذعة لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ومساعد المستشارة الألمانية زيغمار غابريل ولدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي لتجاهلهم الإعدامات المستمرة بشكل غير قانوني بحق مراهقين وأطفال في إيران وذلك خلال الزيارات التي يقومون بها لطهران بعد التوصل إلى الاتفاق النووي في فيننا منتصف الشهر الماضي ووفقاً لتقرير نشره موقع الشبكة الفيدرالية لحقوق الإنسان التي تضم 164 منظمة حقوق إنسان حول العالم أن النظام الإيراني نفذ أكثر من 240 حكماً بالإعدام في عام 2015 فيما تتحدث مصادر موثوقة عن 448 حالة إعدام أخرى حيث ذكرت منظمة العفو الدولية أن النظام الإيراني أعدم خلال عام 2014 743 شخصاً على الأقل وتحتل إيران المرتبة الثانية بعد الصين في تنفيذ أحكام الإعدام والمرتبة الأولى عالمياً في إعدام المراهقين والأطفال حيث أعربت المنظمات الحقوقية عن بالغ قلقها إزاء إصدار أحكام الإعدام وأشار التقرير إلى أن ما يقارب 160 مراهقاً لم يتجاوى سنهم الثامنة عشر عاماً محكومون بالإعدام معتبراً ذلك نقضاً صارخاً للقانون الدولي والاتفاقية حقوق الإنسان التي وقعت عليها إيران كما أوقف مجلس الإشراف على الصحافة في إيران صدور أحد الصحف كما حذر مؤسستين إعلاميتين من انتقاد الاتفاق النووي الذي تم توصل إليه الشهر الماضي وقالت وكالة أنباء الطلبة إن المجلس أوقف صدور صحيفة 9D الأسبوعية التي اتهمت المفاوضين الإيرانيين وانتقدت توقيعهم على الاتفاق النووي وينضم معنا من لندن الباحث والمختص في الشأن الإيراني الأستاذ حامد الكناني مساء الخير أستاذ حامد مساء الخير أخي بداية أستاذ حامد يعني ما هو سبب زيادة أعداد الإعدامات في إيران مساء الخير تحية لك ولمشاهدي قناة الإخبارية بالنسبة لي تزايد أعداد الإعدام في إيران في عهد الرئيس حسن الروحاني وخلافا لما أوعد الشعوب في إيران على أنه سوف يكون يختلف عن الحكومات أي حكومة تختلف عن الحكومات التي سبقتها لكنه مع شديد الأسف أزاد من وتيرة الإعدام وأعدادها وبالتالي هذه التقارير التي صدرت عن مؤسسات دولية مهمة ورائدة في مجال مناهضة الإعدام خاصة للقصر وأيضا انتهاكات حقوق الإنسان كلها تشير وتدل بالوثائق وبالأرقام على أنه النظام الإيراني وفي عهد الرئيس حسن روحاني مع شديد الأسف انتهك ما يعادل المئات من عمليات الإعدام وتضاعفت الأرقام في عهدها وأيضا هناك فقر واسع وأيضا هناك هجرة واسعة من إيران شهدتها الساحة الإيرانية في عهد هذا الرجل الذي جاء وأوحى للشعوب على أنه لديه المفتاح لحل جميع المشاكل واليوم وحسب ما قال مساعد الرئيس الإيراني السيد أسحاق جهانغيري على أنه الفساد وناخر في هيكل النظام الإيراني لا يمكن معالجته بشكل سطحي وبسيط وبالتالي الفساد الإداري والفساد المالي والفساد الأخلاقي ناخر في جسد النظام الإيراني وعمليات الإعدام هذه التي سجلت هي بالواقع العمليات التي احترفت فيها الحكومة لكن هناك عمليات إعدامية تم تنفيذها بعيدة عن الأنظار لا تسجل وأيضا لا تذكر في أرقام المؤسسات الدولية طب هل هو يعني أستاذ حامد هل هو أسلوب الإعدام هو وسيلة يستخدمها النظام لضد المواطن بعدم المطالبة بحقوقه طبعا هذا النظام هو منذ البداية اختار العنف واختار الإرهاب من أجل إسكات صوت الآخرين ومن أجل تطويع الآخر وأيضا زجة للخنوع والخذوع وبالتالي هذه هي سياسة متابعة منذ 35 عام ومنذ الأيام الأولى للثورة في إيران تم إعدام الآلاف من أتباع منظمة مجاهدي خارق في السجون الإيرانية وهذه العملية معروفة أيضا قبل منظمة مجاهدي خارق تم إعدام المئات من العرب والأكراد والتوركمان وحتى الآذريين في إيران وأيضا من المعارضة الإيرانية بشتى صنافها وبالتالي الإعدام وحذف الآخر والإرهاب وأيضا تعليق الجثامين أي جثث الضحايا في الشوارع من أجل بث روح الرعب في الشارع الإيراني هي إحدى السياسات هذا النظام وأيضا لا ننسى أن السيد حسن روحاني عندما كان مندوب برلماني في بداية الثورة في إحدى خطاباته في صلاة الجمعة بطهران هو الذي طالب تعليق والتمثيل بجثث المعارضة من أجل تأديب الآخرين وأيضا اليوم هو رئيس ونفس السياسة استمرت مع شديد الأسف وتمكن من خداع الدول الغربية وتمرير مطالبة ولحالهم على أنه هو إصلاحي وهو جاء ليصلح الوضع لكن كل الدلائل والمؤشرات تشير على أنه هو جزء من النظام وبالتالي هو كان في هيكل النظام طيلة هذه السنوات الماضية نعم كان معنا من لندن الباحث والمختص في الشأن الإيراني لأستاذ حامد الكناني شكرا جزيلا لك أستاذ حامد شكرا جزيلا لك